وعندما نتصفح التاريخ ونبحث عن القصص في التاريخ القصص التي الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم يحرض على الاستفادة من القصص لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب الإنسان يعتبر من قصص المتقين ومن قصص غيرهم أيضا حتى يكون مثل المتقين السابقين ويترك ما كان يتعاطاه غير المتقين في السابقين وعندما نبحث في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله نجد القسمين وعلينا أن نعتبر إيجابا من المتقين ونعتبر ثلبا من غيرهم